من غضب شعبي أشعل التظاهرات في عدد من الدول الإسلامية إلى تحرك دبلوماسي كل ذلك من أجل قضية القدس التي باتت بمنظور الولايات المتحدة الأمريكية عاصمة للكيان الصهيوني ففي مدينة إسطنبول التركية عقدت قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة رؤساء ووزراء ونواب من أكثر من أربعين دولة إسلامية وذلك تلبية لدعوة الرئاسة التركية لبحث التطورات الدموية التي شهدها قطاع غزة ضمن مسيرات العودة الوفود المشاركة في القمة أكدت أن المهمة المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي وغاية وجودها تتمثلان في حماية مدينة القدس وصون طابعها التاريخي ووضعها القانوني ومكانتها الروحية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وخلصت القمة إلى بيان ختمي أدانت فيه الأعمال الإجرامية للقوات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني ولسيما في قطاع غزة داعية إلى توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين من خلال إجراءات منها إفاد قوة دولية للحماية إلى غزة واقترح المشاركون إنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والمجازر بحق المتظاهرين السلميين العزل كما عبر المشاركون عن رفضهم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس واعتبروه قرارا باطلا ولاغيا وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية إضافة إلى ما يحمله من اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني ومحاولة متعمدة لتقويض جميع فرص السلام وتهديدا للسلم والأمن الدوليين ولم يخل البيان الختامي للقمة من لهجة تحذير لأي دولة تحذو حذو الإدارة الأمريكية وتقبل بقرارها وختم البيان بدعوة لاتباع جميع السبل السياسية والقانونية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة في وجه العدوان الصهيوني والدول التي تدافع عنه وترعاه